دلوقتي أحمد على جون حسين الشحات طبعاً حسين كان منه جوم الماضي مبارك بس هو واحد من أفضل أهدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا مش عرفت تفتكري هدف وليد صلاح الدين في الرجاع المغربي كان في البطولة العربية يعني أول ما شفت جون حسين الشحات افتكرت على طول جون وليد صلاح الدين لأنه الاتنين الجولين تقريباً يعني فيهم شبه كبير جات فيهم متعة وفيهم كرة وفيهم زكاء وفيهم هدوء وفيهم مهارة أيوة يعني حتى برغم أنه يمكن كان فيه انتقادات شوية لحسين الشحات بعد مبارات الزهب إلا أنه فعلاً مبارح كان هادي جداً كان ضامن الكرة يعني جاب هدف كده كلنا استمتعنا به الحياة بشكل كبير وأكيد من الإيجابيات ديانج ديانج اللي يعني فعلاً فارق جداً في نص ملعب في وسط ملعب النادي الأهلي وكان مميز جداً على المستوى الهجومي ومستوى الدفاعي وبجد هو من جزء من العمود الفقري لفريق النادي الأهلي هو الشناوي ومروان وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني الحقيقة ما نقدرش ننسى أي لعب مبارح الفريق كان واحدة متماسكة وشوفنا الدقيب جد أداء رائع من اللعيبة كلهم وديانج كان يستهل طبعاً من الكاف لقب رجل المباراة الحقيقة يمكن من اليوم الأول أن نشوف أنه ديانج لعيب مواصفات عالمية أنك تمتلك لعيب يملك أكثر من عنصر يتفوق فيهم في نفس الوقت سواء القوة أو الليقة البدنية العالية أو المهارة أو الجرأة لعيب بيبني أو بيبدأ هجمة حضرتكم لو شفتوا الجون بتاع حسين الشحات التاني وشفتوا ديانج تحرك منين من داخل السيكس يارد بتاعت الندي الأهلي قطع المشوار خد الكورة في اللحظة تقريباً لمح حسين الشحات وعمل الباص عالمي وحسين الحقيقة فينش كان أكتر من العالمي هنقف كتير مع حاجات في مواجهة قبل النهاية ومع حاجات مهمة جداً لازم عيون الأهلوية تكون عليها وتكون حضرة قدامهم قبل ما نوصل وقبل ما نتكلم إن شاء الله على المباراة الأهم مباراة النهاية خلينا نشوف مجموعة من أو تفاصيل الأهم أخبارنا في حلقة النهارة اشتركوا في القناة